السلام عليكم بسم الله نبدأ كاملين كل عادة بالصلاة السلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقى لكم هذا الفيديو بصحة حوافية يا ربي آمين في الفيديو اليوم كما قلت لكم مقبل جوا عندي إخواتي وشاركت معكم الأطباق اللي درتهم في العشاء كانت تعوذوا مع إلي درت لهم تججم قليلا على المرم في المجمرة للفحم ودرت لهم روز بسمتي على طريقتي ودرت لهم تانيك سالة كما روز بصحة مجمرة تانيك فطعجين تحتين بالصاصة الحمرة سنشارك معكم اليوم في هذا الفيديو الدجاج مجمرة على الفحم بوحدة الخلطة راهبة يأتي بنين بزيف 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 ومعما يأتي ترى فوق المجمرة والأرز البسماتي وفي الفيديو الممور هذا سنشارك معكم البولبو وكيف نقيته وكيف نقيته في فيديو وحده دجاه الفيديو طويل خليته في الفيديو الجيد ان شاء الله نضعه لكم نبدأ الفيديو الثاني على بركتي الله بسم الله نقيته هنا هذه البنات المتحضيرات المسبقة هذه النهار نهار الخميس يباتوا أنا نهار الأربعة خرجت شديد سوالحي وقاع وكيف نقيته 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 بعد أن نقيته وشوطتها نقيته 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 ونقيته نقيته ونقيته نقيته كما نقيته بوليفاقسة أو نقيته نقيته نحلها مصدر نحلها بزوج مصدر نحن نستعينه بخدامه ملاح ومقاس ثاني يساعد دجاهة نقيته نقطع الجلده ونقيته نقيته نقيته كريه وكيف نقيته 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 ونقيته نقيته نبدأ نضعها لانتظار لا تردد لانتظار لانتظار نقيته سوف نتردقهم ثاني حتى نقلبهم ونطلعهم الفقه لا نجعلهم فوق الصدر كما نقول نضعها فوق شوية جينة بلا لا نجيه الصدر طالعه و لا نجيه الفخاد ان شاء الله يكون الفيديو واضح تكون طريقة واضحة هي طريقة سهلة لقلها غشية تركيز وسائل ومن بعدها نجيب خدمة ونحل الصدر ونحل الصدر كي لا يبقى غلد ويشدلنا الطياب بثاف فوق الفخاد يطول في الطياب ونحلوه كي يأتينا سواء سواء مع الفخاد ويطيبه وكل شيء يطيبه ويبقى صدر عليك مزال ما طيب لو نحلوه غلد ويطيبه ويبقى صدر عليك يطيب في غرضه فوق الفخاد يقسحه وينحلون وينحلين نحل الوصدار كما هكا باش يجينا في الطياب يجينا كل شيء سواسوى ونبقى نشلح فيه باش كنديول هذيك الخلطة اللي غادي نشاركها معكم خلطة رهيبة هذيك الخلطة قاعد تدخل في وسط الدجاجة وطياب تانيك يدخلها فاصيل مو يدخلها بالخف ما تبقى ما تطولناش فوق المجمر فوق الفحم والدجاجة اللي تكون مشوية فوق الفحم اوه مكاش كيفها في البنه هذك البوليروتي ميبانش قاع معها مع اللي تجاج مشويع المجمر في الفحم ويالا فيديتي كانت بحرت لي كل خطر ندير لهم غير نفس الحاجة بوليفاخسة بوليروتي ايا هذي اليامات قبل من ايجوختي رسلت لي فيديو واحد يطيب يشوي فيه جاجع للجمر في الغابة ايا قلت والله جاتني ميناجي نتيوانس قلت والله انديرها لهم كان عندي الفحم وقاعد قليل فحم من العيل كبيرا نتجو راجلي يشيري بالزيادة الفحم ايا كان عندي كل شي قلت والله غير نشوي لهم هذ الخطر نبدل لهم وجات روعة وهذا الشكل تحتها بعد ما كملتها نديرها هذي الصباح نديرها في الفريج دار حتى الفليل نقعد باش نجبدها باش ندير لها الخلطة اللي هي شوفو زي بيس سندير لها شوية كيري وشوية غارم مصالة شوية كمون بابريكا سكنجبير هذا كيري لبنات التاع راجيني من العلمان كيري مالح كيري مالح وعندي سكنجبير وشي قرح وشي حرور وشي ملح وعندي مغرف كبيرة طماطم مستبرة مغرف كبيرة ثم مرحي زوج مغرف كبار موطارد ثلث مغرف كبار زيت ثلث مغرف كبار ياورت ناتير ونبقى نزيد عليهم في العصير الليمون حتى نرى الخالة تتاعي واللجاري شوية اسمخوا ياور سناتير هذا الس تحكم الكبيرة السنواتي السماء من الب البن وهي دور لمق passionate وتددخل بخارم المال في التهاب entertaining والمغرف في التنزيد في التح encontra بشكل من البلد يعني ان من البصل هي تمارينة ججتانا بشينا بنينا كتر بشي غير نبغو نشوها نحن ندرها مارينات لنشوها على الاقل ليلة قبل او لا ست سوية انا درتها في الليل والغدوة من ذاك في الليل اشبتها وشويتها هنا يا درت بغت نمارينها في الباسينة بعدك ما قدتني اقلبتها في البلاي باش نديرها الخلطة وتتوزع نوزعها بيان في هدو كل البلايس اللي حليتهم بالخدمة وقع وين راني مشلها الجاجة ندخل بيان لهاد الخلطة وننصحكم البنات باش تجربوا هاد الخلطة ماشي قبل يجي في هكا كتب وغادي تشوه تجربوها مين تكون غادي تديروا بوليروتي في الكوشة او لا هاد الخلطة تتوزع بزاف تقلع له هديك السفارة تاعه ويجي يجيه شيش يدوب في الفن ما يجيش ناشف وامامتون يجي بنين ما نحكي لكم شعل البنات تاعه وشاهدتكم في الجنة ان شاء الله وخلطة بسيطة ماشي معاقدة ولي تبغي الهريسة تدير مغرف صغيرة هريسة وليس سفين ذا تجي تاني كبنينة انا ما قد يجيش ندير بس كاين كاين صغار بزاف والزوجة اي ماء وكي تاني كالحار درتها كتافي تغيب هاد المقادر اللي اعطيتهم لكم وبعدها نغطي عليها وندخلها في الفريجي دار تبات الليلة والغاد وعد باش نستعملها اللي بنات ومينة كملت النقاط على دجاجة تاعية وحليتها كما شفتوا من موارها خدمت البول بو تشريت واحد بول بو كبير ودرته مجمع في الطاجين بلا سوس طومات وفي الفيديو يجري لكم كيف تنقوا البول بو بأسهل طريقة وكيف تطيبوه بأسهل طريقة ثانية تم شعلت المجمر شعلتها في النار في القاز عاد باش نقلته في المجمر في هذه المقلاة اختي خليتها سوس بلانش بالشامبينيون شاركتها معكم لا أريد شاركتها معكم في هذا الفيديو هنا جبت الشوية ودهنتها بشوية زيت ونضع دجاجة تاعي ونبلغ لها الشوية الشوية من الأحسن تكون طالعة شوية كاين الإسفاس كما نقوله في الوسط انا شاريها فيها الإسفاس في الوسط بشي هذك اللي جاية بالعاقع ونضع دجاجة تاعي تنشوها ونأتي نخدم معكم الاروز بسماتي على طريقتي بغيت نشاركها مع الاروز بسماتي هي أحسن حاجة ما بغيت نشاركها مع فريت لاوعلوه اروز بسماتي مع أخواتي تانيكي بغو يموتوا عليه قلت نشاركها مع اروز بسماتي خير ونحن نشارك ونحن نستعملها أنا لا أستغنى على هذه المركات روعة هذا روز بسماتي روعة بس كنت جربت بس كثير من المارك ماشي روز بسماتي على المارك هذه الوحيدة التي صدقت لي ويجايا روز بسماتي بس كنت أبيض ماشي مفور هذا اللي رحف القواطي اللي بلعتها هذا مفور جاي يجي بيض شوية المفور يدي يأكل المبزف هذا الاروز الأبيض لا يأكل المبزف شوفوا على ديفيرونس دكتباني لكم هذا اللي رفصه جاي بيض والاخر شوفوا كيفهش جاي بخاسك شوية ترونسبانو ان شاء الله يكون واضح أنا الكترية نستعمل هذا الاروز أبيض يعجبني على اللي جاي مفور والريحة لا أحكي لكم كيفية شابة ويضعها كثان 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 هنا سوف نقرر احوانة اخواتي وولادهم وأنا وزوجتي وولادي كنا احوانة سوف نقرر كمية مليحة هنا الكاس الزاوج سوف نقرر ثلاث كيسين ثلاث كيسين هذا الكاس الصغير هذا كبير عليه سوف نقرر ام واما ربح خطرات حتى الماء يكون فيه بيض بعدك تشليل الرابعة يكون سفان نقرر فيه وفي كوكوتميس نقرر فيه لمدة زوج سوية وهو منقوح في الماء بعدك تشليل الرابعة تشليل الرابعة تشليل الرابعة تشليل الرابعة تشليل الرابعة سوف نقرر تشليل الرابعة تشليل الرابعة تشليل الرابعة تشليل الرابعة أحضرت عرسة حضائية لأنا أصدرت كل ج dadoد حلقة قسمت بأبيض لان كأس و هذا ما أفور نسمى كل شاك طيب قسمت و نظيف الزجاجة حضائية و الحيلة ثم تحضير ثم أحضرت عن وضع لأنا حاول ثم التطبيق لنصحكم هذا العفزان ننصحكم لكي يديروا هذا البيض الاليمينيوم ودرت في وسطه حبة جمار باش تطلق لي البنة الفحم في الروز التاعي الروز يولي فيه بنت الفحم كي يشغل شوينة هو تانيك على المجمار يجي يجي روعة ديروا هادا الطريقة وردوا لي بالخبر انا بعد ما كنت درت السلاطة التاعي سيستفتها وقع ما درتش ما سيدوان درت في بلاست الروز لا تريد سيدوان درس الباطاطا درت معها الماييس والطن والمايونيز وهذا الشكل تحت السلاطة التاعي رفقتها بالفينيقات حتى كشمنها نشارك معكم الفينيقات لا نستطيع أن أشغال لها بنينا بثاف وروعة ولم يوجد بثاف تعرب بوجود السوالح وهنا بعد ما كانت وقت اللحشة والجاجة كانت سيطابت سوف نسربه في فليزاسيات التوعية الماكلة تاعي وقع شاهدوا هذا الروز كيف يأتي مفرز وقع يأتي روعة عندكم شاهدوا هبال هذا بس ما أتيها هبال هذا كل هيل هذا كرح طاله هل هيل تعرفوا شعر البنين يا لبنات ننصحكم زيما باش تديروه في الروز ينكه الروز روعة يجي ما شاء الله هنا قلبت اللاخر لا بغيتش نحط بالمغرف بغيت نقلب ديراكت قلبته في الطبسي ديراكت وشوفوا الشكل تاعه لابالي بلي غادي بلكم مترد بصح لبنات كل نحوانة كان كاين صغار بزاف الحمد لله كان عشاء عائلة روعة فعتت تكسيرها بال الحمد لله نقول أخواتتي مرحبا بكم في أي وقت داري محلولة قاعد الأوقات دائما كما هكال لبنات كل خطره أنا وخواتتي كل خطره عند من تلاقو كل خطره زيما نقولوا نتلاقوه عندك نروحوا نتلاقوه عندها خطره عندي خطره خطرنا 4 أخواتات متزوجات وكل خطره نروحوا عند واحدة بعد ما حطيت الروس في الطبسي وسقطته نحلوه شوية ونضع فوقه هذه الدجاجة اللي كانت شويتها يا دراء البنات تقولوا لماذا كنا نعجب هذا الفيديو مازال بنتح في فمية المونجة بنين جاء روعت من ابنكم شاء الله تجربوا طريقة التعمير سوف أعجبكم أعجبكم بقادير يساعدكم ما قادر تزوز الزلايف جاء ماشاء الله لماذا لم ترى الفيديو سوف أعجبك للفيديو وتعجبك للوصفة هذا الكوكس بالتعمير مئة بالمئة ونقلق هذا الكوكس سوف أعجبكم كيف حالة البنان بالفحم نرى الفحم لا يقوم عليهم بنام بثير ما هي تكون في الجناء وهاها طبقة رأيسي تعيره واجد سوف أعجبكم طريقتي في تتبيلة 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 رائعة ننصحكم بها وهذه الطاويلة التي قدمتها لأعشاء سوف يكونوا أعجبكم الوصفات سوف تكونوا أعجبتكم الفيديو وستنوا الفيديو الجاي سوف نشارك معكم وصفة البولبو مجمر فالطعجين تعطين بالسلسل حمراء نرى لكم كيف تنقوه بأسهل طريقة ما تغلوه لف الملاواله ويجيبنين وسهل ماهل وروعة وكانت هذه الفيديو تانا تنهار اليوم إن شاء الله تكون أعجبتكم الفيديو ويكون أعجبكم الوصفات خليتكم على بركتي الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله وكما العادة نختمها معكم بهذا الدعاء الرائع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويعربي دايما قدرنا على فعل الخير ويعربي شهدكم في الجنة إن شاء الله يا ربي آمين لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا أنت أصدأ أحضور التقليد لا إله إلا أنت أستغفرك